السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم ان شاء الله النهاردة معنا بعض العلامات وبعض الرموز اه اللي بترمز الى اه تبشير في الاحلام والبركة في المنام وبترمز الى تحقيق الامنيات بالنسبة لجميع الفئات بالنسبة للعزباء وبالنسبة للمتزوجة وبالنسبة للمرأة المطلقة وبالنسبة للرجل العادي او الشاب العالي اه الرؤى دي والعلامات دي اه ممكن تشوفها في المنام ما بتبقاش عارف ان دي بترمز للشيء اللي انت مستنيه هنحاول نستخرج بعض الرموز والعلامات آآ بس قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة من علامة الاشتراك اسفل الفيديو اتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار اول علامة معانا من العلامات اللي تدل على تحقيق الامنيات وبتبشر في المنام رؤية النجاح آآ في الامتحان لو انت شاب او فتاه آآ او امرأة متزوجة ورأيت نفسك انك رجعتي للزمن لورا وشفت نفسك في الامتحان او في ايام الدراسة وسط اصدقائك وشفت نفسك انك تفوقتي وجبت درجات عالية في آآ الامتحان فده يرمز الى تحقيق امنية غالية عندك وبيرمز الى آآ بعض الاخبار السعيدة اللي هتحصل عليها في الايام القادمة ولو فتاه آآ يعني بتدور على عمل او شاب بيبحث على العمل وشاف الرؤية دي رؤية دي تبشره ان في امنية عنده من جهة العمل وهتتحقق ان شاء الله وهيبقى عنده آآ بعض الفرج في الايام القادمة وايضا الفتاه العزباء يرمز آآ ترمز هذه الرؤية لها بالزواج ان شاء الله تعالى رؤية آآ الخوخ للعزباء العزباء لو شافت الخوخ دي بشارة لها باقتراب زواجها وايضا هي من العلامات المبشرة بالخير الكسير وتحقيق جميع الامنيات سواء للفتاة العزباء او للمرأة المتزوجة فالخوخ من الفواكه الجميلة جدا التي تبشر بالخير الكسير رؤية السيارة السيارة تعد من الرؤية المبشرة وتعبر عن سير الامور آآ وفقا لما يرغب الشخص اللي بيشوف الرؤية دي يعني آآ سواء فتاة عزباء او امرأة متزوجة او امرأة مطلقة او شاب اعزب وشاف رؤية ان هو بيقود سيارة فدي تبشر ان الامور اللي انت بتتمناها آآ هتتحقق زي ما انت عايز او شفت نفسك مثلا راكب سيارة والسيارة ماشية بسرعة ومتزنة فدي علامة على ان الامور هتبقى آآ متزنة معاك آآ الا ازا لو السيارة حصل فيها بعد المشاكل وتعطلت بسبب ما او آآ مشت في طريق معاكس فدي بعض الامور اللي مش كويسة اللي ممكن آآ تحصل معاك آآ بعد الرؤية دي والله اعلى واعلى لكن آآ اللي معانا النهاردة هي رؤية السيارة وانت تكون انت القائد بتاعها او انت اللي بتقود السيارة او سواء راكب جنب احد من اصدقائك او راكبه جنب ابوكي آآ جنب جوزك آآ يعني الرؤية دي مبشرة جدا وتبشر بتحقيق امنيات كتيرة جدا وان الامور اللي انت بتتمنيها هتمشي زي ما انت بتفكر فيها او زي ما انت عاوزي رؤية آآ العمل آآ في مجال الجزارة الرؤية دي غريبة شوية آآ بس بالنسبة للفتاه العزباء بتعتبر علامة على تحقيق الاهداف وبتدل على الزواج وبالنسبة للمرأة المتزوجة فهذه الرؤية تشير الى آآ الفرج القادم وإلى السعادة في الحياة وإلى آآ انتهاء مشاكلها لو هي عندها مشاكل آآ في بيتها او بعض الامور الصعبة عندها مثل آآ آآ موضوع الرزق عندهم متعصر شوية او آآ مثلا بعض المشاكل بسبب شيء معين في المنزل فان شاء الله رؤية العمل في مجال الجزارة او ان الشخص يشوف نفسه بيجزر كده بيقطع لحمل حاجات دي فهي رؤية آآ جميلة جدا وايضا اذا كانت المرأة المتزوجة آآ لا تنجب فهي بشارة لها ان شاء الله بالحمل القريب بإذن الله تعالى يعني رؤية آآ العمل في الجزارة او في مجال آآ الجزارة ده حاجة جميلة جدا وحاجة مباشرة جدا في المنام رؤية النجوم في السماء الصفية آآ اتكلمنا عن السماء وتكلمنا عن آآ الامر والشمس لكن ما زكرناش النجوم خالص النجوم لما تكون في السماء و شكل السماء صفية و ريئة كده وتشوف النجوم واضحة مفيش غيوم ولا ولا شبورة ولا حاجات كده في السماء فدي ترمز الى تحقيق امنية معينة انت كنت بتتمنيها او انت كنت بتتمني شيء معين و شفت رؤية دي آآ دي تحقيق للامنية وايضا بتدل على اخبار سعيدة مليئة بالفرح مثل النجاح في الدراسة لو انت طالبة ولو انت عزباء برضو بتبشر بالزواج ولو انت مثلا مطلقة بتبشر ان في آآ فرج فرج قريب وانتهاء لخلافاتك ومشاكلك وممكن يكون زواج قريب لك ان شاء الله في الايام القادمة لان طبعا طول ما فيش ضباب ولا غيوم فالرؤية بتكون كويسة وبتكون الحياة كويسة قدامك باذن الله تعالى رؤية الطماطم الطماطم زي ما انت عارفين من الاشياء الاساسية في الاكل بتاعنا عموما يعني اي اكل بنطبخه الطماطم بالنسبة 90% موجودة في جميع الاكلات فهي ايضا رؤية مبشرة جدا وخاصة للسيدات دي بترمز الى تحقيق امنيات غالية وبترمز الى تحقيق فرج قريب ان شاء الله يعني فرج بعد تعب فرج بعد صبر كبير جدا او صبر كتير وفرج بعد ضيق وبعد مشقة الطماطم بتدل على البشرة القادمة والاخبار السعيدة القادمة بعد ما كونت حياتك متخلبطة او فيها بعض المشاكل وبعض الهموم وبعض الاوجاع رؤية الطماطم بتبشر بفرج قريب جدا ان شاء الله تعالى واللي يشوف الرؤية دي يبشر ويعني يتطمن في حياته ان شاء الله في فرج قادم لي وفي بعض الامور اللي هو هيبقى سعيد بها ان شاء الله سواء امرأة او شاب اعزب فهي رؤية مبشرة جدا ان شاء الله تعالى اشتركوا في القناة